احتفاءاً بذكرى الجلاء العظيم قام السيدان أحمد شيخ عبد القادر محافظ اللاذقية والدكتور محمد الشريتح أمين فرع الحزب بتدشين عدد من المشاريع الحيوية الهامة في اللاذقية شملت مراكز خدمات المشتركين في كل منسقوبين والمدينة السياحية وحي الزراعة التي تخدم المواطنين في مجالات الفوترة والجباية الآلية كما دشنا وحدة مياه المدينة الشمالية ومشروع دعم مياه لمزيرع الجديد والقرى التابعة لها ودشنا مركز صحي الشاطئ الأزرق وجالا في أقسامه والطلعا على الخدمات المقدمة من علاج وأدوية قمنا اليوم بتدشين عدد من المشاريع الخدمية التي تهم الإخوة المواطنين تدعنا بتدشين مركزا صحيا تم تجهيزه بكافة التجهيزات والمعدات الطبية والأدوية والكادر البشري ويقدم خدماته المختلفة لأهلنا المواطنين مجانا ثم انتقلنا إلى تدشين عدد من مراكز الجباية والخدمة المشتركة التي تسهل على الإخوة المواطنين دفع ما ترتب عليهم من قيم الاشتراك المياه والهاتف والكهرباء ثم دشنا بئر مياه المزرعة الذي يؤمن مياه الشرب لأهلنا المقيمين في ناحية المزرعة وكل هذا بفضل الجهود الحكومية والدعم الحكومي المستمر لتقديم أفضل خدمات لأهلنا المواطنين مسيرة العطاء في سوريا مستمرة وهنا في اللاذقية بتدشين مشاريع جديدة تصميما وإرادة وقولا حقا إن أبناء اللاذقية وكل الفعاليات في هذه المحافظة كما في كل سوريا مستمرة في العطاء والتقديم والشهادة من أجل بناء هذا الوطن ونصرة هذا الوطن قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بتدشين عدد من المشاريع أهمها مراكز الجباية وخدمات المشتركين ومباني الوحدات في سقوبين والزراعة وساحة الأندلوس تهدف هذه المشاريع إلى تحسين الخدمات المقدمة من قبل الحكومة أو الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أفضل مستوى والمنافسة على هذا الصعيد فيما يخص مشروع بئر المزارعة المشروع هو عباد دعم لمياه المزارعة التي كانت تعاني في الفترة الماضية من قلة المياه والعطاش تم حفر بئر بعمق 525 متر البئر تم تركيب فيه مضخة على عمق 350 متر يضخ المياه باتجاه خزانين خزان ساعة 100 وخزان ساعة 200 في أعلى القرية يتم من خلاله توزيع المياه بالإسالة إلى أرجاء القرية وكل بنازل القرية وبعد التدشين أقيم حفل استقبال تم فيه تقبل التهاني والتبركات من قبل كافة الفعاليات في المحافظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر